تفقد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع مجموعة من مواقع العمل ومنشأة الهيئة الرئيسية بمحافظة السويس تأتي الجولة التفقدية في إطار الإطمئنان على سير العمل والمتابعة الدورية لتقدم الأعمال بترسانة بورتو في البحرية علوة على الوقوف على مستجدات مشروع تطوير القطع الجنوبية وطلع رئيس الهيئة على مستجدات أنشطة الترسانة في مجال بناء السفن وفي كلمته عرب رئيس الهيئة عن ثقاته فيما تتمتع به ترسانة بورتو في البحرية من مقومات أهمة نظرا لمقاع الجورة في الفريد وما تمتلكه من كوادر فنية مدربة مؤكدا حرص الهيئة على الارتقاء بالمستوى الفني للترسانة التابعة لها من خلال إمدادها بخبرات جديدة